بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين عاجل ورسميا وقرار نهائي امتحان السنوية العامة السنادي 2022 امتحان ورقي يحتوي على أسئلة مقالية وإعادة تكوين لجنة تصحيح تقدير يعني هيتصحح يدوي ما فيش حاجة اسمها إلكتروني نهائي لا في امتحان ولا في تصحيح وكده ان شاء الله مبروك عليكم إلغاء النظام اللي كان موتر الناس وتعبها وعمل لها ألأ في المذاكرة وفي الامتحانات فيبقى نظام تصحيح الأسئلة الكتابية المقالية كما كان الحال لدفعة 2019 و2020 والدليل على كده طبعا هذه المنشور الرسمي اللي هو المفروض السيد الأستاذ مدير التربية والتعليم بمحافظة كذا تحية طيبة وبعد تهدي الإدارة العامة للامتحانات لسيادتكم أرق التحيات مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق حرصا على الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة السنوية العامة 21-22 وتنفيزا لتعليمات معالي الدكتور الوزير لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات السنوية العامة فقد تفضل معالي الأستاذ الدكتور الوزير بالموافقة على إتاحة المواقع الإلكترونية للوزارة والخاص بتسجيل استمارة واحد سري لجميع السادة العاملين بالمدارس من السنوية العامة والإعدادية ودواوين المديرات والأدوات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير الامتحان كذا أعمال تقدير الدرجات بامتحان شهادة إتمام الدراسة كده يبقى فيه مسئلة مقالية وهتتصحح يدوية بعيد عن الإلكتروني تماما بدءا من يوم السلساء دي الاستمارة اللي هي المفروض بيتقدم بيها المدرس اللي هو هيصحح أو هيرائب على اللجنة تبقى للمجموعة النوعية لوظائف الكادر قانون 155 يعني ده القانون وذلك للفئات المكتوب اسمها أو المنطبها للترشح كعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء تكنولوجيا المعلومات ويتم بترشيح السادة المعاونين والإداريين من الفئات التي ينطبق عليها المجموعة ليزا يا اكيد ليزا يجب التأكد على ضرورة ما يلي وطبعا اه دول بقى الناس اللي شغالين في الإدارة وادي الأستاذ رضا حجازي اللي هو نائب الوزير لشؤون المعلمين وكده شدي حلكم وربنا يوفاكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا